احتضنت دار الثقافة المغاربية بن خلدون بالعاصمة تونس وعدد من المدن الأخرى الدورة الثانية لمهرجان فيلمي الوثائقي الأول ويشارك في المهرجان 32 فيلما تم اختيارهم من بين 400 فيلم تقدموا للمشاركة في المهرجان من عدة دول منها فرنسا المغرب وجزائر وأسبانيا وبلجيكا وبورغينافاسو والأرجنتين والمكسيك والسفيسرا والشيلي والبرازيل إلى جانب تونس الممثلة بفيلمين في البرنامج الرسمي قضايا الإنسان والأوطان حمل من المفاهيم والأوجاع التي يثقل حملها في عصر التغيرات السريعة والأحداث الكثيرة ألا منطوعها أهل الفني لتكون عبرة ودروسا فيلمي الوثائقي الأول كان عنوانا لكل هذا في العاصمة تونس مهرجان جمع قضايا إنسانية في أعمال فنية لمبدعين يختون خطواتهم الأولى في صناعة السينما الوثائقية عبر العالم والأفليم فما تشابه بناتا في نفس الوقت في الأسلوب في الكتابة كما قلنا وفي المواضيع التي تتقارب لمواضيع اليوم إنسانية مربوطة بالبيئة مربوطة بالتفاوت الطبقي مربوطة بالتفاوت الجهوي ما بين الشمال والجنوب اللي نحكي على الكون والقارات مشاكل حياتية مثقفية اقتصادية اجتماعية وقريبة للإنسان بكثرة جمعتهم تونس في قاعاتها السينمائية في العاصمة وعدد من مدنها ومنحتهم فرصة أولى أجمع كثيرون أنها غالبا ما تكون الأكثر إبداعا وتجديدا أفلام من مختلف أنحاء العالم شاهدها الجمهور التونسي لمدة أسبوع كامل سافرت بين مدن عالمية وقارات تختلف عادات أهلها وأسلوب عيشهم لكن قد لا تختلف همومهم ومعاناتهم كثيرا المهرجان هذا أو الحدث الفني ثقافي هذا مهم لأنه ينتعش من مجال الحريات لكن في نفس الوقت عنده المآزق متاعه اللي هي الترويج وربما من مشاكل الدعم لا تعتبر تونس نفسها غريبة عن السينما الوثائقية بل قد لا يشكك أحد في سبقها في الإنتاج السينمائي في محيطها الإقليمي كيف لا وقد احتضرت ثاني عرض سينمائي في العالم بعد فرنسا الذي نظمه الأخوان لميار في المقهى الكبير بباريس سنة 1897 مانجان يفتح أفاقا واسعة للمخرجين الشبان ويمنحوا فرصة خوض مغامرتهم الأولى في مجال إنتاج السينما الوثائقية تظاهرة يعتبرها أهل الفن وثقافة في تونس بأنها ستكون بوابة عودة إشعاع هذا اللون الثقافي الذي عرفته تونس منذ القدم علي الجزمي العربي تونس وينضم إلينا من تونس فتحي السعيدي المخرج ورئيس جمعية السينما الوثائقية التونسية مساء الخير أستاذ فتحي وأهلا بك إذن مبروك افتتاح الدورة الثانية من هذا المهرجان المهم فعلا أسألك بداية لنوضح للمشاهدين ولي ربما إذن الأفلام المشاركة من دول غربية هل هي لمخرجين عرب مقيمين هناك أم أنها أيضا لمخرجين أجانب السلام مرحبا بكم هو في الأساس ما نركزوش على المخرجين أحنا في الكن نقبل الأفلام أكثر الأحيان نركزو على المواضيع وعلى كتابة الأفلام وعلى نوعيتها والتجارب ليعيشها المخرج مع الواقع ليصوروا بصراحة الجلسية متاع المخرج جي في آخر وقت وفي أغلب الأحيان نرقوا أفلام المخرجين متاحة ممكن ما همش معنهمش نفس الجنسية من البلد اللي هما صوروا فيه كما قلت لك الأفلام متنوعة جتنا من بلاد من أمريكا الجنوبية من أفريقيا ومن أوروبا في أغلب الأحيان نعم وتحدثت في التقرير أيضا أن هذه الأفلام كانت متشابهة من حيث الموضوعات ومن حيث طريقة التوجه فإذا بتشرح لنا أكثر أيضا مدى التشابه وأهمية أن تكون هذه الأفلام اليوم متشابهة مع أنها قادمة من بلدان عديدة ومختلفة في التجربة وفي التاريخ وفي كل شيء هو في الحقيقة التشابه جاء من بعض الاختيار اختيار الأفلام خطر احنا اجتنبنا الأفلام التي هي تقرب من ما يسمى بالروبرتاج ولا بالفيلم التلفزي احنا في المعنة نتجه بالأساس للأفلام الوثائقية الإبداعية من ناحية المواضيع التي كانت مطروحة هي في أغلب الأحيان مضوعة في نتاق العول لما نشوفنا المخرجين عندهم نفس الأسألة وعندهم يحبوا يلقوا أجوبة على واقع متشعب وصعيب ومتعقد اليوم والأكثرية معناتها للتجارب هذه السينمائية تستدعي معناتها المتفرج بيش يتسائل مع المخرج على الأسألة هذه وفي أكثرية الأحيان ما فهمش معناتها الأجوبة كانت في أغلب الأحيان محلولة معناتها للفيلم في الآخرى متاعه ما نقاوش أجوبة للأسألة هذه نعم أستاذ فتحي طبعا هذه الدورة الثانية لهذا المهرجان لكن حضرتك أيضا مخرج ورئيس جمعية السينما الوثائقية التونسية وبالتالي لديك الكثير من الخبرة مع الفيلم الوثائقي أو الروبورتاج كما ذكرت كيف اختلف توجه السينمائيين الجدد بعد الثورات العربية برأيك؟ الثورات العربية بصراحة ما شفنا هايش برشا في الأفلام بعد ممكن ثلاثة أربعة الأعوام نعم لا أقصد الأفلام التي صورت عن الثورات لكن بماذا اختلفت رؤية المخرجين الجدد بعد أن عاشت هذه البلدان ثورات الربيع العربية؟ يظل الوقت تعطى مفعوله خاطر اليوم المسافة والتي تكافية بشل نعينه أكثر ونفكره أكثر والواقع نشوفه برؤية أخرى بصراحة التساؤلات ما زالت كثيرة والمشاكل اليوم مربوطة أكثر بالعولمة أكثر من مشاكل ممكن إقليمية ولا وطنية بحتة مع هذا نحن نقولي الأفلام نفتقره ممكن من جودة وممكن من العدد الأفلام الكافية اليوم في الوطن التونسي ولا حتى في الأوطن العربية بصراحة اليوم عنا ممكن خمسة أفلام على 32 فيلم وحبينا خيرنا لو كان نختار أفلام من الوطن العربي والمغاربي بالأخص نعم طبعا يعني أن يصل إليكم إلى المهرجان خمسمائة فيلم هو رقم فعلا كبير بالنسبة لمهرجان في دورته الثانية بماذا اختلفت هذه الدورة عن الدورة الأولى الافتتاحية والله ما فهمش ما شفناش برشة اختلاف احنا ممكن في الدورة الأولى جاء معنا تقبلنا أكثر أفلام خطري بما أنها كانت دورة أولى كمية الأفلام كانت كبيرة برشة معناتها الناس المخرجين كانت برشة أفلام موجودة في العام الثاني بالطبع الأفلام العدد متاحهم يقل لكن نفس نسبين يقول 400 فيلم وهي كمية كبيرة المنتوج كبير برشة عالميا اليوم خطر الإمكانية التقنية تسمح اليوم باش نتعامله مع الفيلم وثائقي بصفة معناتها هكب بسهولة لكن احنا في الاختيار متاعنا كما قلت لك باقي نتوجه للأفلام الوثائقية اللي هي إبداعية في عرب الأحيان وفي معناتها الطرح يكون صعيب ملول لكن سهل معناتها أن أفلام ما تتمشاش معنا ولهذا نحطوها على جنب معناتها بسرعة نعم هناك من يقول أو يعتقد أن اليوم السينما الوثائقية في العالم العربي خاصة تواجه تحديات كبيرة ومأزق كبير قبل الثورات كانت أهمية الفيلم أنه ربما يتجاوز الخطوط الحمراء في بلدان القمع والديكتاتوريات اليوم بعد الربيع العربي صار من الممكن الحديث بصراحة في الفيلم الوثائقي عن هذه الممنوعات وبالتالي صار في عناصر جديدة على المخرج أن يراعيها مثل الجودة الفنية كما تحدثت وكالمهنية في الإخراج هل توافق على ذلك؟ الإشكالية أنا صراحة ما نجاوش نحكي على العالم العربي ككل ما عنديش فكرة عامة نجا ممكن نحكي على المغرب العربي وعلى تونس المشكل في الأساس هو ممكن مادي معناتها تقني ما فماش اليوم دعم كبير للأفلام الوثائقية في العالم العربي بالخص في تونس والمشكل الآخر هو ممكن ما عنديش اليوم مخرجين قادرين بشي يعطيوا نظرة ولو أنها تكون نظرة متفردة شخصية لكن على واقع متقلب ومتغير صحيح حري التعبير اليوم موجودة لكن فيما التناقض ما بين المجال اللي هو محلول في الحريين بالنسبة للتعبير وقلة الأفلام اللي معناتها اليوم اللي هي وثائقية على صحة نعم هذك عليش مثلا اليوم حتى في القاعات العروض من نقاوش نحكيه عن نجم ونحن نتكلمه على تونس الفيلم موجود أما مش موجود في القاعات السينيما وحتى في الشاشة الصغيرة في التلفزي نعم هذا المهرجان يقدم الدعم للمخرجين الجدد لأفلامهم الأولى فقط عبر عرض يعني عبر اختيارها وعرضها في المهرجان صحيح احنا اخترنا بش نعرضوا أكثر ما يمكن أفلام هو صراحة المهرجان عبر على ماراتون بتاع أفلام خيرنا من قدموا الجواز خيرنا نقدموا أكثر ما يمكن أنواع أفلام تجارب أفلام سينمائية كما قلنا نحبينا نعطيه فكرة أخرى على الفيلم الوثائقي ونشجعه تونسي بش يمشي للقاعات العروض ويتفرج ولهذا معناتها اخترنا موش اخترنا معناتها كان حتى من ما حيث الامكانيات موش مسموحة بش نعطيه جواز دونك خيرنا الاختيار متاعنا بش نمشي للتنوع ولكيفية متاع الأفلام أكثر من حاجة أخرى نعم فتحي السعيدي المخرج ورئيس جمعية السينما الوثائقية التونسية شكرا جزيلا لك